بها الأجواء الصفي والحارة أكيد بحاجة لحلويات سهلة وسريعة التحضير والأهم من هيك منعشة وتسرسح القلب مشان هيك اليوم راح أحضر لكم أطيب حلال ليمون السهل والسريع عندي خمس حبات من الليمون هو مكون الأساسي والرئيسي وأكيد أخدتهم من النص بهالشكل أفضل طريقة بدي أتخلص من اللب الداخلي وحاول قدر الإمكان أحتفظ بالخارج بشكل سليم فبواسطة ملعقة كل سهولة أنا عم بتخلص منه بهالشكل قشراء الخارجية برضو نحاول نرتبها بهالشكل بعد ما تخلص عندي من اللب الليمون بمصفاي راح أنزل فيهم بهالشكل بواسطة سباتيلا بدي أضغط عليهم حتى أحصل على عصيرهم أنا بهالمرحلة ألمهم أني أحصل على أكبر قدر من عصير الليمون من اللب الداخلي وبعد هيك راح أتركه عندي على جنب وأكمل معكم باقي خطوات تحضير الحلم يكسروا على البارد عندي مقدار أربع أكواب من كريمة حلويات سائلة بعد هيك عندي مقدار واحد كوب من السكر الأبيض متعدد للإسخدامات بالإضافة لربع كوب من برش الليمون بدي أطلع فيهم على نار متوسطة وأتركهم حتى يغلوا معاي تماما طبعا مجرد ما غلى معاي بهالشكل راح أطلع فيه عن النار وأصفيه على جنب بعد ما صفيتهم بهالشكل راح أضيف لهم مقدار نص كوب من عصير الليمون وأعطيهم تقليبة مع بعضهم طبعا هاد القوام كامل راح يختلف معانا وراح نحصل على قوام سمودي ناعم وراح أتركها بدرجة حرارة المطبخ فقط لمدة عشر دقائق طبعا بالنسبة لطريقة التقديم لكم الحرية كيف أنتوا بتحبوا تقدموا عندكم هالحلة أنا اخترت عندي هدول الكاسات بهالحجم أنصاف الليمون يلي تخلصنا من اللب الداخلي مع بعضنا وبدي أسكب عندي الخليط يلي حضرناه ونسامي بسم الله شوفوا معاي القوام عم يكثف بشكل تدريجي برضو بنفس الطريقة بدي أسكب بحبات الليمون بهالشكل راح أدخلها للثلاجة عندي لمدة لاتة قل عن أربع ساعات ويفضل لو معكم الوقت الكافي مسبقا بيوم بعد ما بردتها زينتها بهالشكل شوفوا معي ما شاء الله جمالية هالألوان يلي بتفتح النفس خلينا نسمي بسم الله ونجربها مع بعضنا قوام متماسك ونكهة اللحموضة فيها ما بين الحلة واللحموضة ولا أطيب وصفة منعشة وإن شاء الله بألف عافية عليكم